موسيقى يا صباح الخير على كل مشاهدي برنامج طبور الصباح على قناة مدرستنا تلاتة يوم جديد وفرصة جديدة لنا أننا نسعى ونطور ونحقق إنجازات جديدة في أجازتنا ويرب نكون بنقدر نساعدكم في ده وقبل ما نبتلي موضوعاتنا اللي هنقدمها لحضراتكم النهاردة خلونا صبح على صديقتي وزميلتي العزيزة مارينة صباح الفل يا مارينة صباح الخير يا عمر عمل ايه؟ الحمد لله أنا خير النهاردة متحمسة قوي للحلقة لأن فيها أكتر من موضوع موسيرين جدا للتفاؤل والحماس وأولهم أول خبر معنا النهاردة وهو خبر الحقيقة محمس جدا 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 وعمر هيقول لنا عليه يلا بينا نبتدي بخبر فعلا هو خبر ليه علاقة بمنتخف فوز مصر قبل ما أقول كمان تفاصيل الخبر خلنا أقول إن بصراحة شبابنا بيشرفونا في كل مجالات يا جماعة وخصوصا البنات وكالعادة التحييز بتعمرينا اللي أنتو خلاص حفظتوه يعني مش هنتكلم فيه بقى وانا بطلت رد بصراحة لأن احنا أنا وصخ فينا كأولاد وانا احنا جمدين جدا وبنشرف مصر في مجالك كتير جدا ده أكيد بس لازم ننكشك يعم طيب فلو نبدأ بأول خبر وهو فوز منتخب مصر للناشئات على كرواتيا في كأس العالم لكرة اليد في أول مباراة ليهم في البطولة المقامة حاليا في مقدونيا الشمالية في الفترة من 30 يوليو حتى العاشر من أغسطس منتخبنا الوطني المصري للناشئات موليد 2004 نجح في الفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 33-31 في مباراة الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة لبطولة العالم لناشئات طبعا ألف مبروك يا شباب ومنتظرين منكم نتائج على مدار البطولة أفضل وأفضل ويا رب ترجعونا بالكسكر إن شاء الله أكيد إن شاء الله عايزة كمان أقول أن اللاعبة مريم عمر فازت بجائزة أفضل لعبة في المباراة بعد تقدمها أداء قوي ومميز وكانت عنصر أساسي في الفوز بالمباراة على فكرة منتخب مصر للناشئات كان فاز في الشهر مارس الماضي على طول كده مارس اللي فد على طول فازوا ببطولة أفريقيا وإن شاء الله هيفوزوا كمان في البطولة دي وهنستنيهم يوم 10 أغسطس علشان نعمل حفلة كلها يا رب ونكون معاهم كده آه ويجلنا هنا كمان صحيح تقدمين تعملوا كده يا شباب إن شاء الله فعلا هنحتفل مع بعض بإذن الله نروح بقى للخبر التاني آه عندنا بقى خبر تاني من مديرية التربية والتعليم بالجيزة واللي أعلنت عن موافقتها على إعادة فتح صفحات المدارس على السوشل ميديا مرة تانية بعد قرار أفلها المديرية بعتت أمر إداري في صورة خطاب لجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة وبتعلم فيه عن القرار وبتوضح سبب إعادة فتحها للصفحات قالت إنه ده للتسهيل على أولياء الأمور فهيتم إعادة فتح الصفحات الخاصة بالمدارس التابعة للإدارات المختلفة واللي سبق غلقها نظرا لكثرة الأخبار المغلوطة خاصة فيما يخص الامتحانات اللي كانت بتتنشر الحقيقة يعني تأكيد على كلام مارينا فكرة الأخبار المغلوطة دي كانت موجودة بشكل كبير بس الحقيقة كانت الوزارة بتحارب ده بشكل واضح بل بالعكس الدكتور طريق شوقي الوزير بنفسه كان بيكتب على صفحته بشكل رسمي كان بيرد على الشائعات اللي كانت بتصار خاصة بقى قبل أيام الامتحانات وأيام الامتحانات انت عارفك تبقى فترة كده موسم كده للشائعات المدرية كمان أعلنت مجموعة ضابط وشروط لفتح الصفحات مرة تانية وهي واحد أو أول شرط معنا هو المتابعة الدائمة للصفحات من قبل مدير الإدارة للمراجعة كمان الإشراف العام على الصفحة مسؤولية مدير المدرسة عدم نشر أي أخبار تخص أعمال الامتحانات أو نتائج الامتحانات أو أسماء طلاب والاكتفاء فقط بموعيد الامتحانات وجدولها عدم تداول أي كتب دورية أو قرارات وزارية على الصفحات حيث أنها شأن داخلي بالإدارات التعليمية فقط وكمان عدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدعو إلى التميز وآخر حاجة هي عدم نشر أي أخبار تصنف أنها للدعاية أو أي نوع من أنواع التحريط يعني طبعا بالفعل لازم يكون فيه رقابة على الصفحات دي لازم يتم محاسبة أي حد بيفكر يستغل الصفحات دي عشان يجيب كمان تفاعل لصفحته هو الشخصية أو صفحة هو بيعلن عنها أو أي أن كان اللي بيحصل ده إجراء مهم جدا لازم يكون فيه رقيب على الصفحات دي ولازم تكون فيه منصة موجودة طبعا بيتم فيها التواصل مع أولياء الأمور فعشان كده الإدارة أخدت القرار أنها تعيد فتح الصفحات ولكن مع المحاذير العمر اللي لسه أيلها دلوقتي ومع رقابة مشددة أنا أتخيل أن كلامك مظبوط جدا لأن بصراحة يعني في عصر السوشيال ميديا الكبير قوي ده أو اللي محقق نسبة متابعات عالية وبقى يعني اللغة اللي عصر دلوقتي أتخيل أنه لازم يكون فيه رقابة بشكل أو آخر لأن ده يعني هو سلاح زو حدين يأما هنستخدم الشكل الإيجابي يأما هنستخدم الشكل السلبي فلازم يكون فيه رقابة علشان نقدر نبتعد عن الشكل السلبي خاصة أن الشباب في الفئة العمرية دي هي مرحلة تكوين الشخصية فإذا سبنا لهم الأمور كده أو سبنا لهم يشوفوا الأخبار المغلوطة أو ما فيش مبادئ معينة للصفحات دي بيتم السير عليها لا الأمور طبعا هتأثر في تكوين شخصياتهم وإحنا طبعا بنبحث عن تكوين ناشق يعني متصالح مع نفسه بشكل كبير ناشق يقدر يقود مسيرة البلد دي خلينا نروح لخبر تاني وهو مهم جدا وهو عن تحذير خبراء الصحة من شرب المياه الزائد وده حياة خبر مفاجئ بالنسبة لي اهو بالنسبة لي أنا كبير دايما بيقولوا شربوا ميا كتير شربوا ميا كتير بس واضح إننا المفروض نشرب ميا كتير لكن بحدود بس أعتقد الحكم والأمثال بتاعت جدي وجدك ما لهاش برضه ما فهاش هزار يعني كانت عن خبرة قالك أي حاجة تزيد عن حدها تتقلب للضطر يعني واضح إن الناس دي ما كانتش بتهزر كانت على فطرتها بس كانت خبرة بتخليهم يقولوا حاجات حكم وهو متخصصين من ويب ميد نفسه متأكدوا الموضوع التحذير ده فعلا قالوا موقع ويب ميد المتخصص في الطب والصحة وقالوا أن الإفراط ده بيسبب الإصابة بالتسمم المائي وده بيسبب التراب في وظائف الدماغ أو في وظائف المخ وبيتقل ليه عاجز عن أن يقوم بدوره بشكل طبيعي وده بيحصل نتيجة انتفاخ في الخلايا بسبب كتر المياه ده بحسب كلام الخبراء طبعا ومن بين المضاعفات النتيجة عن الإفراط في شرب المياه الصداع والدوخة وارتفاع في ضغط الدم والترابات في القلب الخبراء وضحوا أن الستات اللي أعمارهم من 19 ل 30 سنة بيحتاجوا يشربوا 2.7 لتر من المياه في اليوم الواحد أما الرجالة اللي في نفس الفئة العمرية فبتحتاج من 3 لتر و 7 من 10 في اليوم بس كده ما زودش عكي انتي من 2.7 طبعا أنا 2.7 بس أنا مش بشرب ماي كتير خالص بصراحة لا التجمي بقى لو سمحت بس 2.7 ده كتير قوي يا جماعة ده يعني 2 لتر يعني لو بتعملي رياضة مش هكذا 3 أزايز إلا كوباية مثلا لو بتعملي رياضة مش تقسل كتير سدقين آه ما هو فعلا طب نقول معنا إيه بقى النهاردة آه معنا النهاردة فقرات مميزة جدا آه ده حقيقي طيب كل يوم الحياة بيحصل تغيير وتطور في المجالات ومنها التربية آه يعني التربية علم يعني الناس اللي كانت فاكرة أن التربية مش علم لا التربية علم خاصة في العصر اللي احنا فيه لأن زي ما قلنا قبل كده سوشيال ميديا بشكل كبير مؤثر على طريقة تفكير الناس أو الشباب الصغيرين فلازم يتطور معاها فكرة التربية علشان نقدر نحارب السلبيات ونستفيد من الآجابيات فعشان كده علم التربية فيه تطور مستمر وابتكار نظريات وسائل جديدة بتساعد فيه تربية الأطفال بشكل أفضل وبشكل أحسن وبيتم فيها تدارك الأخطاء اللي كانت بتحصل قبل كده ولازم تكون الأمهات والأباء طبعا متابعة الكلام ده بشكل كويس جدا وعندها معرفة بإيه هي وسائل التربية الحديثة وإيه هي الحاجات اللي ماينفعش تتعامل في تربية الأولاد لأن دي مسؤولية كبيرة ولازم يكون كل أب وكل أم قدها ويكون عندهم الوعي الكافي أنهم يقدروا يطلعوا نشأ وجيل جديد سوي نفسيا ومتصالح مع نفسه ومع المجتمع اللي هو بيعيش فيه علشان كده بينورنا النهاردة في الاستوديو الاستشاري نفسي شيريل لويس مؤسس مبادرة أعرفت ربي لتوعية الأباء والأمهات بطرق التربية السلمة الفقرة الثانية بقى من الفقرات اللي بتبعث الأمل بشكل كبير جدا 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 هيكون معنا فيها بطل حقيقي ويمكن كمان هو هيعيد تعريف كلمة بطل حقيقي لأنه سوبر هيرو بس مش زي اللي بيطلع في الأفلام والمسلسلات هو بطل لأنه قاوم صعوبات وتحديات كتير وبيساعد كمان اللي حواليه أنهم يهزموا خوفهم ومرضهم بطلنا قدر يقهر مرض السرطان وهو أول لاعب يحصل على تصنيف دولي في رياضة التنس بعد عملية كبيرة زي عملية زرع نخاء عظمي مش بس كده هو كمان أطلق حملة مانحي الأمل عشان يقدر يساعد كل شخص محتاج يتمسك بالحياة هينوارنا في الستوديو البطل أنور الكموني واللي هنتعرف عليه وعلى تفاصيل أكتر عن حملة مانحي الأمل ودرها في دعم الأطفال والأيتام وذوي الاحتياجات وهنبدأ على طول في فقراتنا ولكن بعد الفاصل فاستنونا فاستنون الفقرة دي مخصصة للأباء والأمهات لأن كل أب وكل أم نفسهم لما ولادهم يجبروا يشوفوهم نجحين وعندهم وعي إنساني وأخلاق عالية ويقولوا لنفسهم كده عرفنا نربي بس دي مش دايماً حاجة سهلة ولا مجرد أمنية وسهل منها تتحقق لكن مجهود طويل مشوار طويل ورحلة بتبدأ من أول يوم من عمر الطفل محتاجة كمان إن الأب والأم يبقوا عارفين ويبذلوا مجهود علشان يتعرفوا أكتر على أساليب التربية الحديثة اللي بتساعد الطفل إنه يطلع سوي من غير عقد ولا كلاكيع نفسية تأثر بقى على حياته كلها وتأثر على الناس اللي حواليه كمان بعد كده وده اللي خلى الأستاذة شيرين لويس الاستشارية النفسية والتربوية إنها تطلق مبادرة عرفة ربي اللي بتقدم فيها معلومات قيمة ومهمة عن أساليب التربية الحديثة هي من ورانة دلوقتي في الستوديو علشان نعرف منها تفاصيل أكتر عن مبادرتها وعن أسلم الطرق للتربية الإيجابية أهلا بحضرتك من ورانة أهلا وسهلا بحضرتك يعني خلينا أبدأ مع حضرتك من كلمة عرفت ربي وهي كلمة من السهلة الحقيقة هي كلمة يعني يمكن لما بتتقال بيبقى زي ما مارينة قالت كده لا في مشوار طويل حصل قبلها عشان أوصل لمرحلة أن يحصل موقف من ابني أو من بنتي ويقول والله آه ده أنا عرفت ربي فاختيارك الكلمة الحقيقة أنا معجب بيه جدا شكرا يعني ده أول حاجة خلينا أعرف إيه هي المبادرة وإيه تفاصيلها مبادرة عرفت ربي زي ما انتو تفضلت وقدمتوها هي مبادرة للأهالي بهدف توعيد أو تمكنهم بأدوات التربية السليمة الغير عنيفة لأنه أوقات كتيرة بنتحط مع تحدي مع الأهل لأنه لما بنقول طب بلاش عنف يعني بلاش ضرب بلاش زعي بيقول لنا طب إيه البديل يعني فكان انت الهدف المبادرة الأساسي أنه بنمكن الأهل من أن يكون عندهم أدوات بديلة لاستخدام العنف في التربية فيكون أدوات قايمة على الحوار والتفاهم أكتر من أن هي قايمة على التربية العنيفة طيب يعني قبل ما نكمل كلام عن المبادرة إيه هي بقى الأدوات دي؟ الأدوات بتاعت التربية السليمة طيب أنا بقول دايما شوية أدوات بس دايما بستخدم رقم واحد هو الحوار لأنه إذا احنا دلوقتي في ظل كل المعطيات الحديثة دي ما عندناش حوار مع أولادنا الموضوع هيبقى صعب كده شوية بيفلت كده مننا منبقاش عارفين أن أتصرف في أداة كمان أنه أنا بالنسبة لهم قدوة حسنة أنه كل ما كنت أنا بتصرف لأنه هم هيتعلموا مني وأنا بتصرف مش وأنا بتكلم خالص فأصلا في تحدي كبير عند الأهل أنهم يكونوا هم اللي بيشتغلوا على نفسهم أنه لو عايز أقول لأبني فعلا ما تعنيش صوتك فأنا بالتالي محتاج أن صوتي يكون واطي في أدوات يعني تانية كتير في أداة اللي ليها علاقة بالتواصل أنه أبقى بياخده وبدي رايح جاي يعني مش رايح بس مش أنا اللي بتكلم بس لكن كمان بقى أسمع طب حضرتك بتقولي أنه يعني هما يعني حضرتك كان الهدف أساسا أنك عايزة تلغي فكرة العقاب بالعنف للزبط طيب الأسليب اللي فيها الأب والأم ستلي قدروا يكونوا حازمين مع ولادهم لكن من غير عنف أو من غير تقطيم لأنه أحيانا العنف ما بيبقاش يعني يعني ضرب على قد ما بيكون تقطيم أو كلمات محبطة جدا يعني إيه البديل في ده بديل الفكرة العنف نفسها يعني العقاب أو الحزم إزاي بيتم من غير عنف لا لفظي ولا بدل هو العقاب والحزم أصلا فيما بينهم فرق والفرق ما بينهم واضح جدا في فرق أنه لما أنا وبتكلم معي بدي بتكلم بكل حزم أو أن أنا بزع يعني ده موضوع ده موضوع تاني خلص بحزم يعني أنا بقول الحاجة بكل كده وضوح بنبرة ما فيهاش أنه فيه احتمالية أنك تعملها لا أنت محتاج أنك تلتزم بده أنت محتاج أنك تكون بتعمل القاعدة دي قرار آه أنه يعني بكل وضوح كده أنه ده مش هيحصل مطلوب منك تعمل كذا العقاب أو الزعي بيكون فيه أكتر نبرة عنيفة جدا بتخوف الطفل وبتربي الطفل على العنف لو أنت بتسألي على يعني ده حالة من عدم الثقة بالنفس؟ عند مين؟ عند الطفل؟ أنه بتقصد أن الخوف أنه يتزعق له طول الوقت أو كده؟ بالتأكيد الخطورة الأكبر في الخوف أن الطفل يكون بيتربى وهو خايف لا علاقة بأنه هذا الطفل أكثر طفل معرض للأذى بدون ما يكون يعرف يعبر يعني معظم الأطفال اللي بتتعرض للأذى حتى في الوقت الحالي الأذى الجنسي أو الأذى الجسدي لما بتتسأل أنت ليه ما حكيتش من الأول الإجابة على طول بتكون كنت خايف كنت خايف محدش يسمعني كنت خايف محدش يصدقني كنت خايف أحكي لماما وبابا هم أصلاً عمرهم ما سمعوني فكنت خايف دي فيها خطورة كبيرة بتأثر طبعاً زي ما حضرتك تفضلت في فكرة الثقة بالنفس لكن هي بتأثر في حاجات تانية كثير أنه هو مش بيعرف كمان يقول لأ لأي حد بيجرب يعرضوا للأذى طيب خليني أقول لحضرتك حاجة حد بيسمعنا أو بيشوفنا دلوقتي يقول والله حضرتك بتقولي عدم استخدام العنف خالص أو الضرب خالص هل يعني مالوش مكان خالص يعني إي أنا ما اضربش ابني لو غلط يعني هو ممكن يتساءل بهذا الشكل يعني معنى كلام حضرتك أن الضرب مالوش مكان في التربية ولا في مواقف معينة ممكن يتم استخدام يعني مثلا لو طفل سرق وهو ما يشعارف إن دي حاجة غلط مثلا هل هنا الأمر يستدعي الضرب ولا برضو الحوار يعني باختصار الضرب ليه مكان في التربية ولا لأ خالص الإجابة لأ قطعا الضرب هو مش وسيلة أبدا أنه أي حد يتعلم أي حاجة وأنا دايما بقول الجملة دي والأهالي اللي بتعرفني بسمعتها مني كتير بأنه ما حدش ينفع يتعلم حاجة إيجابية بطريقة سلبية يعني أنت مش هتقدر تتعلم أنك تكون كويس بطريقة أن في حد ضغط عليك أو أزاك نفسيا أو بدنيا الحاجة الثانية إنه كمان الأزمة الحقيقية في الضرب بأنه كل مرة بتقابل فيها مع الأهالي في أي محاضرة في أي تدريب بسأل السؤال بكل وضوح هل الضرب حل أي مشكلة؟ الإجابة بتكون من كل الأهالي لأ ولو حل مشكلة بيحلها لدقايق يعني كام دقيقة والطفل بيرجع يقرر نفس الخطأ فبعيدا عن الأزد نفسي للضرب وبعيدا حتى عن فكرة إنه نتعلم أو ما نتعلمش هو في الآخر ما بيحللناش أي مشكلة مش بيعلم الطفل أي حاجة طب معلش بس في حد ممكن يقول برضو لا والله حضرتك الطريقة دي مش نفع معاه ده الولد مغلبني كويس أنا لا أنا هربيه بالطريقة اللي أبوي أو جدي أو أمي وجدتي لا هو الطريقة دي اللي بيجيب نتيجة تقولي لهم إيه إنه كلنا اتضربنا وطلعنا كويسين يعني بس أل ضرب نفس هذا السؤال يعني فيه ناس بتقول لي أوفة بقوله في الحقيقة الإجابة لا ما تلعناش كويسين الطريقة اللي ربونا عليها أهلينا إذا كنا بنتربى بالضرب هي لو سألت كل شخص حقيقي بسؤال حقيقي وأجاوب إجابة حقيقية هو الضرب ما بيسبش عند أي حد أي خبرة إيجابية بل بالعكس دي أنا بقول للأهل افتكروا خبراتكم وافتكروا كان نفسكم يتم التعامل معاكم إزاي وبهذه الطريقة عملوا أولادكم الضرب مش يعني العنف مش هيكون أبدا وسيلة إن إحنا نحل بيها أي حاجة الخطورة الأكبر كمان في العنف بإنه الطفل هيكبر بيحل كل مشاكله بنفس هذه الطريقة إنه لما هيتعرض لأي موقف والموقف ده هيعصبه ما الأهل بيقولوا لي إحنا بنبقى متعصبين فأول ما هيتعصب على طول أول حاجة هيعملها العنف إنه هيضرب لأنه هي دي الطريقة اللي أنا كمان اديت هاله كرشدة لحل مشاكل وده اللي بعد كده بيخلينا بقى نعاني في عنف أسري والناس بتتطول على زوجتها وغيرها وكل الكلام ده وده اللي بيخلينا نعاني كمان في فكرة إنه لو في حد ترفض فهو هيتصرف بشكل مش مناسب لمجرد إنه هو ترفض لو في حد تدايق من حد لمجرد إنه هو بس تدايق منه فهنلاقيه بيدربه دائرة أزم وفرغة بالزبط طيب إيه البديل يعني سي أنا قلت الحاجة بمنتهى الحزم لكن الولد أو البنت بيعند مثلا خصوصا في سن المراقة أو في الطفولة شوية بيبقى لسه لأعايز يكتشف بنفسه نتيجة الحاجة اللي بابا ومامته بيقولوا عليها لأ فاتصرف تصرف هيئذيه على المدى القريب أو البعيد المفروض بقى إيه يعني الأكشن اللي يتاخد أو الفعل رد الفعل اللي يتاخد من الأب والأب طيب أنا دايما بقول أنه السؤال الأول اللي على طول بسأله هل إحنا عندنا قواعد واضحة؟ يعني هل ابني عنده قواعد واضحة تقدر تقوله أنت ينفع تعمل إيه أمتى وما ينفعش تعمل إيه أمتى؟ يعني مثلا بقول بيدوني الأهالي أمثل أنه طفل مثلا عنده قودة فيها لعب وفي قاعدة واضحة بتقول أنه أنت بتلعب جوه القودة بتاعتك بكل اللعب ومش بينفع تخرج اللعب دي بره بس أنا فيه وقت أنا ريئة كده وكويسة يقول لي ممكن أطلع لعب في الصلاة يا ماما فأقول له آه تمامي حبيبي أطلع لعب بره الطفل هنا بقى عنده فكرة بأنه أنا إمتى ينفع أطلع لعب بره وإمتى مفاشة أطلع لعب بره بس لو في قاعدة واضحة بتقول بأنه أنت بتلعب باللعب جوه القودة بتاعتك وبعد ما بتخلص بتلم اللعب بتاعتك بكل وضوح الطفل هيقدر يتعود ده وعلى فكرة الأطفال بتقدر تتعود على القواعد الواضحة بكل بساطة بجد كل الحكاية مطلوب مني بس أن أنا أقول القعدة أكررها أكتر من مرة على مدار حياته وهو الطفل هيتعلمها هيتعلمها فبالنسبة لي رقم واحد البديل إن إحنا نفسنا كبيت يكون عندنا قواعد واضحة جدا وده اللي بيحل مشاكل كتير جدا زي مثلا استخدام الموبايل هل أنا عندي قاعدة واضحة بتقول هنستخدم الموبايل كم ساعة قد إيه في اليوم طيب هل يبتقول لي ساعتين طيب وإنت كأب أو كأم ومن عمر كام وحاجات تفاصيل كتير أنت كأب بتمسك الموبايل قد إيه لأنا بمسكه طول النهار أنا شغلي كله عليه هو شغلك ده بيجي له ساعة ويخلص فهل أنا عندي فالسؤال عشان أبقى بجاوب على سؤالك بتركيز أنه عندي قاعدة واضحة أقدر أنا كمان أقول أن أنا بلتزم بيها مش بس بلزم الطفل بيها الحاجة الثانية اللي كنا حتى بنجرب نعملها أنه يبقى فيه اتفاق واضح الاتفاق الواضح ده بيقول بأنه هي دي القاعدة في حالة التزامنا بالقاعدة يبقى في إيه عندنا حاجة مكافأة نعملها في حالة عدم التزامنا بالقاعدة كمان اختار إنت عايزنا نعمل إيه فهي الفكرة بذي الاتفاق اللي اتفقنا قبل الهواء بالضبط ذي الاتفاق اللي عملنا قبل الهواء أنه فيه اتفاق واضح بأن أنا عارف أنه في حالة التزامي هيحصل إيه في حالة عدم التزامي هيحصل إيه وده واضح جدا للطفل والنوتة كمان اللي برجع كمل فيها مش بتراجع يعني مش برجع في كلامي لأنه لي كتير الحكاية بتبوز منهم في الحتة دي بأنه الطفل عيط أن أنا مثلا قلت لو أنت ملتزمتش بوقت المذاكرة فأنا مش هواديك النادي بس هو جي ملتزمش بالمذاكرة وقعد يعيط يعني يصوت كده فأنا عشان يسكته الطريقة هواديه النادي خلصت الحكاية الطفل بقى عارف بأنه كل مرة مش هيلتزم ومش هيعمل الحاجة وهي عيط وأنا هستجيب طيب كلام حارك كويس جدا وعملي جدا لأنه هو بيبدأ من الصخر طيب لو افترضنا أنه ده ما حصلش في البدايات ووصلنا لمرحلة المراهقة وأصبح بقى عمدنا مشكلة شخصيته بشكل أو بآخر بقى ليها ملامح فبقى ليه لأ أو يعمل من ورانا أتصرف أنا إزاي ألحق يعني ألحق أحل اللي فاضل إزاي أعمل إيه طيب هو المراهق طريقة التعامل معي مختلفة تماما المراهق ده خلاص ما بقستش فكرة أنه نقعد بقى نقول الحاجات ولازم تنفزها هو المراهق محتاج أكتر حوار معي ومحتاج أكتر قبول يعني محتاج أن أنا أصلا أكون كشخص كده كأب وكأم هادي بعرف أن أنا أبقى بعمل الحوار ده معي بس لو على سؤالك أن أنت أن سعيد بنحس أنه طب خلاص كده لو أنا ما عملتش ده من الأول هو مش هيحصل بعد كده لا هو طول ما احنا عايشين في محاولة طول ما احنا موجودين مع أولادنا وأولادنا موجودين معينا في محاولات بس مهم أني أكون بجد فاهم شخصية ابني كويس قوي وأنه بمجرد ما بيقول لي لا أو أنا مش عايز بلاش أخد الحاجة أعرف بصدمة أه بقول الأهل كده بتعبرنا العيزي ما تخطوش حاجة عليكم قوي هو الرفض ده في وقت ما مش موجه لكم بالضرورة هو ممكن يكون موجه لأي حاجة تانية افهموا بس السبب يعني افهموا إيه السبب وراء المشكلة أنا عشان أنا بعالج السبب دايما فلو أنا عندي مراهق بيرفض التعليمات باستمرار بيرفض إنه هو ينفذ الكلام اللي أنا بقوله أنا محتاج أفهم بس في الأول إنه ده طبيعي الأمر مش موجه ليا بشكل شخصي وإن هذا المراهق محتاج مني مجهود أكبر ومحتاج حوار عشان نعدي هذه المرحلة بسلام فلو إحنا عشان كده بقول لما بعمل أي ورشة عن المراهقين أو لما بعمل أي لايف أو محاضرة عن المراهقين بقول اللي يحضرها مش اللي عندهم أهالي مراهقين اللي يحضرها هم اللي عندهم أطفال لأن انت بتجاهز لمرحلة المراهقة من بداية ما بيكون عمر ابنك ده يوم واحد تقريبا كل بقى المسيرة اللي كنا بنقول عليها اللي ما فيهاش عقاب اللي فيها تفاهم اللي فيها اتفاق اللي فيها علاقة واضحة اللي فيها قواعد واضحة كل ده وكأننا بنمهد إن إحنا ندخل هذه المرحلة الصعبة اللي هتكون محتاجة بقى علاقتنا دي مع بعض بس الفكرة أنه كمان في أهالي بيبصوا على المراهق إنه هو أكيد هيكون زيي وأنا في سنه والحقيقة إنه الأجيال بتختلف تماما فأكيد المراهق بتاع النهاردة مختلف تماما عن المراهق من خمس سنين بس فبيبقى ممكن محاولات الأهالي في إنه هما يحتووا أولادهم بتفشر رغم إنهم بيحاولوا فهنا يعملوا إيه؟ طيب أولا هبتدي من الجملة اللي أنت بدأت بيها فكرة إن أنا متهيقلي ما فيش طفل دلوقتي أو إحنا ما سمعناش جملة لما كنت في سنك أو لما أنا كنت قدك كنت بعمل كذا وكنت بعمل كذا وأنا دايما بقول للأهل خبراتكم الشخصية يعني ممكن تحتفزوا بيها لنمسوكم ممكن تكتبوها في مذكرات يعني عظيمة ونقعد كلين القراءة نستفيد منها بس الطفل دي جملة أنا بقول لما بقول طفل كمان بتكلم على كل ما وطحت 18 سنة فبتكلم على المراهل فهذه الجملة بتستفزوا يعني بتحسسوا إنه هو مش كفاية وإنه هو حقيقي للدرجات دي فاشل فبقول بس نتخلى عن الجملة دي في الأول خالص نبعد تماما عن فكرة مقارنتنا بهم وإنتي عندك حق في إن المعطيات الجديدة بقت معطيات كبيرة متطورة بس دا بيلقي بمسئولية أكبر على الأهل بإنهم ما يرفضوش يعني ما يرفضوش كل التطور ما يرفضوش كل اللي حاصل هم محتاجين بس يروحوا لعالم أولادهم لعالم المراهقين دا يشاركوهم في حياتهم يعني يعودوا يتفرجوا معاهم على الأفلام اللي هم ما يتفرجوا عليها يتكلموا معاهم في اللغة اللي هم ما بيتكلموها يروحوا معاهم خروجاتهم يشاركوهم جزء من حياتهم ما يحسو سوء يعني بلاش يحسوا إن فيه فرق وإن فيه فواصل وإن إحنا زمننا وإن إحنا لما كنا لا يعني بلس ده اللي حرج بتقولي ده هو اللي بتوجهي للأمهات والأباء من خلال مبادرتك بالتأكيد تقريبا هي نفس النصائح بالتأكيد وليلي كده المبادرة وصلت لحد فين متبنية إيه يعني احكي لي كده المبادرة هي ابتدت بتسجيلات صغيرة جدا على الساوند كلاود وبعد كده اتحولت لفيديوهات على اليوتيوب بعد كده الموضوع تطور بأنه طب فيه مثلا جامعيات اللي بتدت تعرف أنه يعني أنه فيه حد بيعمل محضرات في التربية فيلا نجيب المجموعة أمهات بنشتغل معاهم نعمل لهم كورس كده في التربية بعد كده في وقت الحظر وقت ما كنا كلنا عاديين في البيت فعملت الصفحة بتاع تعريف ترابي على الفيسبوك وبقى بيطلع عليها لايف باستمرار بنعمل أنشطة عليها للولاد دلوقتي المبادرة موجودة في بعض الجمعيات الأهلية وموجودة في بعض المدارس بتعمل بعمل فيها ورش سواء لمدة طويلة مع الأهالي الأمهات أو الأباء عن فكرة التربية السليمة وبياخدوا كل مرة يعني لو هو كورس طويل مثلا هنقعد فيه شهرين وفيه لقاء كده كل أسبوع فكل مرة بنتكلم عن واحدة من الأفكار اللي هي المشكلات أو الصعبات اللي بتواجه الأهل بياخدوا أداة كده يجربوها وبعد كده الأسبوع اللي بعده بنحاول نشوف طيب لما جربت الأدية العملية دي مع ابنك كان إيه اللي حصل ونراجع ده ونكمل عليها بخطوة تانية وناخد أداة جديدة لحد ما بنوصل لفكرة أنه تمام كده احنا قدرنا شوية نتمكن من الأدوات دي فهي المبادرة دلوقتي موجودة يعني وسط الناس موجودة على السوشيال ميديا ويمكن وجودها في وسط الناس ده من أكتر الحاجات اللي بيخليها واصلة أظمنا أكتر من السوشيال ميديا أنا بحب شغل مع الناس مباشرة مع الأرض طبعا بزبط احنا بنشكر حضرتك جدا جدا الأستاذة شيرين لويس الاستشارية النفسية والتربوية وصحبة مبادرة عرفتة أربي نورتنا يا أستاذة شيرين شكرا لكم شكرا لكم بعد الفاصل بطل من أبطالنا اللي أنا الحقيقة مستنين من الأول اليوم وهو ولد مش بنت علشان تعرفين طبعا أنا أمارينة في حاجات كده فإن شاء الله احنا مستنينه بعد الفاصل اعتروح في أي حتة علشان بجد فقرة عظيمة جدا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا في سلامنا بنقول عليكم السلام بحما كلامنا اختلا بيبقى في الآخر كلام احنا في سلامنا بنقول عليكم السلام بحما كلامنا اختلا بيبقى في الآخر كلام ورغم لنا ولهم عيوننا الفرق بنا كب معما بنا بالحب دوبنا جوا فقلوبنا جينا وجحكنا انا مسان مش ناسي نفسي ولا اسمي لكن كمان براعي ربي ويا جسمي أنا إنسان مش ناسي نفسي ولا اسمي لكن كمان براعي ربي ويا جسمي بحب أكون حساس فحبني وحبكم وحب رب الناس We're all sharing this world together Peace, love and hope working for the better Change it day by day, it's gonna be okay I believe in hope, cause all my hope give up Let's stand, clap our hands, shout it out إحنا في سلامنا إيه إن تضحوا إيه حتى في كلامنا أمل Impossible is nothing يعني تقريباً فيش حاجة اسمها مستحيل دي حكمة كتير من الناس بتتبناها فيه ناس بتشوف إنها صح فيه ناس بتشوف إنها غلط طب اللي شايفينها إنها صح إيه السبب في إنه هم شايفين إنه ما فيش حاجة اسمها مستحيل الأمل ليه الأمل بقى؟ الناس دي بتعتبر الأمل هو أكسير الحياة لأنه هو اللي بيخليهم يحبوا بقرة ويعرفوا يواجهوا مشاكلهم وإزاي يعدوا كل المواقف الصعبة اللي بيمروا بيها هو اللي بيخليهم يكسروا المستحيل زي ما قلنا الأمل هو المحرك اللي كان سبب في إلهام ضفنة اللي حارب مرض السرطان ومش بس انتصر عليه لا ده كمان قدروا إنه يبقى أول لاعب يحصل على تصنيف دولي في رياضة التنس بعد عملية كبيرة زي عملية زراعة نخيع عظمي ومش بس كده لا هو كمان بدأ حملة اسمها مانيح الأمل علشان يقدر يساعد كل شخص محتاج يتمسك بالحياة محتاج شوية أمل علشان يبقى بطل ولشان كده خلونا نرحب بضيفنا البطل الرياضي أنور الكموني أهلا وسهلا بك كابتن أهلا بك مرسي جدا على المقدمة أهلا بك حضرتك مرسي جدا أنك منورنا مرسي جدا مرسي جدا يعني نفسي أعرف كثير قوي عن ذهوب كابر بس قبل كده نفسي حضرتك تحكي لنا القصة من البداية يعني حضرتك بدأت تلعب تنس من عمر كامل 21 سنة 21 سنة وبعدين حضرتك عرفت أو تشخصت بالسرطان فشل في النخاع العظمي ثاني هو أخطر من سرطان نعم واحدة من أنواع هو أخطر من أخطر الأنواع كمان اللي هو اسمه إيه؟ فشل في النخاع العظمي اللي هو توقف الجسم الكامل بالداخل يعني عشان قبل ما أحكي القصة هي السرطان ممكن مدة علاجه بتبقى أقل شوية بس هي نفس الكاتجري أو نفس بيتاخد مرة الدم نفس المشكلة بس 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 الفرقة هنا بقى أن فشل في النخاع العظمي يعني مفيش حلول أخرى غير كيماوي زائد زرع نخاع عظمي السرطان ممكن يبقى في بعض الحلول زي كيماوي بس لكن هنا في وقت كيماوي وتغيير الجسم بالداخل بكامل بالضبط ده بيلجأوا ليه لما يحصل أن السرطان تشرف الجسم بكامل ومفيش أمل بيلجأوا بقى الزرع نخاع العظمي من متبرع فأنا دخلت على المرحلة الأخيرة على طول يعني الأخيرة الخطيرة على طول يعني استقبلت الخبر ازاي؟ لا بوسي هو دائما أنا كان فيه كتابك بتعمل عني هو دائما يعني سربنا سبحانه تعالى بيمهد للإنسان يعني فيه بيبقى متجهز نفسيا يعني فيه موقف في حياتك بتمر بيها فبتخليك أقوى في أقوى في أقوى يعني أنا دائما كنت بسأل السؤال أنا كنت بلعب كله في مدرسي كويس جدا دخلت تنس في عمر متأخر جدا واحد وعشرين سنة ده مستحيل على الفكرة يعني ده كان أول مستحيل كتيرا متخيل ده ممكن يكسر ده أنك تلعب رياضة أصلا مفروض تلعبها من قبل كتيرا تنس تبقى اختيارك بس أنت دائما تتخيل أن الموضوع ليس بالصعوبة ده وكل مرة تتخيل أن ده أكتر مستحيل ممكن تكسره يعني تكون بطل في لعب أو تلعب احتراف أو تصل المستحيل محترفين ده محتاج 13 سنة أو 10 سنين على الأقل لما بتفكر فيها بتحس أن ربنا كان بيمهد ده كان بيمهد ده تتحدى بعض الصعاب علشان تخش على اللي بعدها آه يعني كنت ممهد كنت ممهد إزاي التمهيد ده حصل يعني أول مداعب تحصل 20 سنة وكذلك تتحس أن ده قرار صح أو قرار غلط تسمع كتير كلمة مستحيل تشكيل كتير في كل حاجة بتعمليها وهم وده مش حقيقي تتمره بالسبع والثمان ساعات ما كده يحصل أطعف العضلة في الظخرة تقابل المدرر بعالمي زي فرنان دولونا اللي كان مرة نرفينا ده من الأيام كانت ترتيب عشين على العالم ويقتنع بيكي وبعد ما تقابليه ويتبع عارف أنك تأخذي والد كارت تقريب تصنيف عامي بعد سنتين بس ممارسة اللعبة وده شيء مستحيل يحصل أطعف العضلة الخلفية في الظهر وتسمرين على كورسي وترجعتين يعني بعد ما نقرب قوي بنرجع لبك والما نبعد آه أول بطولة دولية بعد تصنيف العالم حاجات عظيمة آه أول بطولة دولية ألعبها بعد تصنيف العالمي وده سنتين بلعب بطولة دولية سنتين وبذات الرياضي وأنا متمرن بسبع أو تمن ساعات يعني يعني ممكن تقول من أحسن الفيزيكال كونديشنز الموجودة فعليا يعني فجأة يحصل توقف الجسم بالداخل بالكامل من الداخل ولا في بقى مناعة ولا في دم ولا في صفايح دموية كوات لا وسط وجيك ده نفسيا إزاي؟ الأول في البطولة قلت حاسة مجهد وأنا من الأشخاص اللي بتلعب وهي مجهدة يعني أنا من الأشخاص المنادر اللي نتسحب غير ما كنت تعبين لما أنت يعني زيما مريني قالت استقبلت الخبر إزاي أنت لما عرفت بقى خاصة أنك عندك مشكلة نفسيا أنت متحسس إيه؟ لأ كنت متخيل ممكن أن أخري يشتغل تاني وارجع لعب بسرعة تاني فكل همين كنت متخيل الموضوع يتعدي كده وعلى فكرة يعني 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 يمكن حضرتك بتقولها بستنكار دلوقتي بس هو يمكن يكون ده اللي ساهم في العلاج النفسية كانت شايفة أنه أنك هتبقى كويس أه بس الموضوع طول يعني يعني أنت لك سبحان الله ودي حكمة ربنا في الأول والآخر يعني أنا عاد سبع سنين إلى سبع سنين في مرة ده ده أطول مدة ممكن تحصل سبع سنين ها في حالة المرة أطول مدة ممكن تحصل بعدين كل ما بحاول أرجع لعب بيحصل نكسة أكبر يعني بعد ما العملية عملية حقية حتى قبل العملية عملية عمل كنت على الأمل أن هم يبينشطوا النخاع ما كانش الجسم بيستجيب ففشل الحل ده فقاله زرع النخاعب يدور على المتبرع بقى أخويا ولا أختي تبقى أخويا متوافق فكنت متخيل أن عملية لما تعملها عادي منه كيميائي طبعا والقلب وقف فترة معينة وطرق الليلة معينة والجسم شكله تغير تماما شعر بيقع جسم يبوص من جسم الرياضي الواحد تاني يخلص تبوص عناسك في مرية ما تعرفيش من الشخص ده أصلا وواحد تاني نهائيا بقى غير اللي أنا عارفه أصلا مشاعرك في الوقت ده كانت لسه مفاعمة بالأمل؟ أه ما أقول لك بل الفكرة تجد إزاي وبعد ذلك كنت بتحوي تقولي لا ما أحاول تاني كل ما أحاول أرجع على الملعب أرجع على المستشفى يعني بعتبر سبعة سنين بين المستشفى وبين البيت وبين المحاولات فشلة مش فشلة يعني محاولات كثيرة بتنجحش يعني أحاول أرجع يحصل طرد عكسي مزمن الجسم يحرب النخاع والنخاع يحرب الجسم عشان بس ناس كنت تابعين عشان ناس تفهم الطرد عكسي مزمن يعني إيه؟ لما بيحصل أي زرع لأي أعضوا من أعضاء الجسم زي القلب زي الكلا زي الكبد بيحصل أن الجسم بس اللي وارد أن يرفض العضو الجديد وبتبدأ المناعة أن هي تحارب الجزء الجديد لا الجسم بس يرفضوا اللي هو الكبد فبيددوا حاجات تقلل المناعة النخاع الوحيد لرب ربنا سبحانه وتعالى خالقه اللي كمان بيحارب الجسم فالتنين مش عارزين بعض اللي تنين مش عارفين بعض فالتنين مش عارزين بعض فده بيعمل يعني مثلا بعد ما حصل طرد عكسي مزمن وكنت بتمنى أنه ما يحصلش حصل مشاكل في الكلا وفي الكبد والجلد بدأ يتغير تلميسية يعني زي الأفلام يعني تبقى دي بأخذ كوريزون بجميات رهيبة عشان وزني بيصل 140 كيلو ما كده هشاشة في العظم ما كده غير غيرينة في الإيد غير غيرينة يعني بتر يعني الإيدة يبلعب بيها وغيرينة وغيرينة بتخفش معروفة دي يعني وأنا برفض اتكرار البتر الدكتور حسام كان من طبع دكتور العظيم من أكبر دكترة في العالم تقريبا وهو من أكبر دكترة في مصر اللي أنا بقول له أنا مش هعمل البتر ويقول له بس هتموت ونخش في مكاش في الآخر الرجل بتعام بمشاعره بقى يعني يعني بايزة بايزة اللي أنت حكيته ده كله ده يهد جبل يعني ما شاء الله عليك أنت كان في حد بيدعمك نفسياً ولا كان حاجة كده من عند ربنا ولا أنت كنت بتحاول تقوي نفسك أنا عايز أقول لك ما هي دي جات فكرة الحملة بعدها أنا ما هيقول لك البوينس جاتت إزاي بقى إن أنا أنا دايما لا أؤمن بحاجات معينة إن ربنا موجود وربنا في حاجتين متطلع عليهم يعني لو أنت صادق وبتحارب لو الاتنين مش موجودين مش نعم صادق وبتحارب يعني لو واحد مثلا نفصل صادق بس ما بيعملش ببيحاربش بيحسبها بالولأ أو القلب تقصد إيه بصادق؟ صادق يعني حقيقي يعني مش وهمي مصدق اللي أنت بتعمله صح؟ حقيقي مش وهمي يعني مثلا أنا عارف أني متمرن كتير ممكن النتيجة ما بتجيش كده مين اللي شايف ده؟ ربنا لو أنا بمعملش ده وبدعي حاجة تانية يبقى أنا بغدع نفسي أولاً وبدع بغدع الناس أثنين مش توصل لي إن الحقيقة في الآخر هي اللي بتظهر طب في نقطة الصدق بقى فيه ناس كتيرة قوي بتتداعي الإيجابية يعني دايماً بنتفرج على الموتيفيشنال فيديوز مثلاً على الفيسبوك أو على يوتيوب أو غيره اللي هو التحفيزية أو الخطابات التحفيزية والفيديوهات التحفيزية ناس بتجري وناس بتعافر وناس بتعمل كل اللي تقدر عليه بس يمكن أنا بشوف إن هي بتفقد جزء مهم قوي اللي هو الصدق بتاعها إنه فيه أوقات بنبقى مش قادرين نقوم من السرير أعطب وفيه أوقات بنكون مكتئبين جداً وفيه أوقات بنكون حاسين إن إحنا ملناش قومة هل ده يعتبر استسلام؟ لا ما أنا مريد بدا أنا كثيرك بس ألناس إلا حكيتوا فاكرة في الكتاب قولت الحقيقة كنت كثير بقى ناسي وأنا بحرف في الوهم يعني أنا غلطان يمكن يمكن أنا غلط ساعات طبعاً الإنسان الطبيعي بيستسلم فوق دلوقات بس الفكرة إن هو إزاي يخلي الشعور ده ما يتملكوش يعني أنا كنت بتعود إن أنا مهما بحس إن ده مش نافع بس لازم أحاول أصلا خلص هي شي بيسموها بايزة بايزة طب يحصل إيه لما أحاول بقى يمكن تتغير ما تغيرتش ما هي بايزة بايزة لكن لو ما حاولتش خلاص باطت طب ليه ما أدي أمل يعني لازم يعني فكرة الأمل أنا لما كنت مدور على إنترنت هل فيه رياضي في العالم كله رجع بعد زرع نخاع عاصي من المتبرع لأي نوراد احترافية مفيش طب ما ده الواحده كان بيجيب لي نعم الاكتئاب إنه كنت بقى رأى فيه ناس رجعت من الكنسر وفي التنس فيه أربع لعيبة تقريبا يعني هم ثلاثة وصلوا كانوا كانوا طوب هندرد ما يدورش حتى يستمروا في الملعب من كتر الإصابات اللي جات لهم بعد يعني هم عندهم خضرة يا دي ناسكة أبطال ومروا بمرض أعلي مني بكتير من قاعدوا ست شهور أو سنة فالجسم ملحقش يتبهدل من كتر مدة العلاج يعني أنا في السنة الرابعة لما كرت العبتانس ثاني كان وازني 140 كيلو فروحت بقى الدكتور عبدالله وطول عاجل طبيعي فبقول له بقى عزاء العبتانس والجسم 140 كيلو متخلقت فقال لي بص خيانة كلمة صراحة أنا خليك تطلع سلم تزدي سلم إزاي تجري إيه؟ ده الجسم مبقاش فيها عضلات أصلا والعظم حصل فيها هشهاشة من الكورتيزون وتحديت كل ده فكنا بتمرى بنوصب محارة ثلاث دقايق وتوقفي تدريب أو ستجعلتها في رواحك إن كل ده متربط تحتك وتعادت لموازل وتمرّا الناس تقولك هو عنده مرض جلدي مثلا مش ممكن واحد مربوط من كل حتة عشان يتحرق رجلي وحرك دي يعني طب كابتن أنور نقطة التحول بقى حصلت إزاي؟ وبعد سنة أولا ما جاتش مرة واحدة ما جاتش مرة واحدة يعني ما حصلتش فجأة صحيت الصبح لقيت نفسي بجري يعني عادت سنتين من خمس دقايق إلى عشر دقايق إلى خمستاشر دقايق كل ده بياخد شهور يعني البروفمنت بتاعت دقايق اللي بتزيد في التقدير دي شهور مش وحتى اللي برجعت حتى 2015 رحت لأسبانيا وستاشر عبتل طولات دولية وسبع عشر طولات دولية كمية إصابات اللي بتحصل مش قادر حكيلك أعطع في العضلة الخلفية هنا أعطع في العضلة غلفية هنا إن أيا كان في تأثيرات على علاجات طويلة أنت بتحارب بإني كل الرياضين اللي جاء لهم كانسر ما يدروش يستمروا في الملاعب لغاية نهاردة أنا بحاول أستمر وبقى أستمر وعارف ما أستمر إن شاء الله تجربتك اللي أوحت لك بفكرة مانح الأمل؟ عشان هقولك حاجة أنا مريب تجربة معينة بعد لما لقيت نفسي إن أكرمت في اليو اي سي سي تحت دولي سرطان وفي دول كتيرة يعني في توكس كتير تيديكس وغيرها 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 وتعمل فيلم دوكومنتري عني وتعمل كتاب فلقيت إن كل الناس بتشوفك إن أنت من كوكب تاني يعني عارف يعني يعني لذات مرضى السرطان أو حاجة زي كده وده مش حقيقي إن كل اللحظات الضعف أنا مريد بيها كل اللحظات الانهزام مريد بيها برضو سترت عليها وده مختلف ما أقوص كل واحد عنده اللي أنت دورت على ناس كتيرة في العالم هتلاقي عندها قصة حسن من قصتي كمان لحقيقي يعني ربنا جعل معجزة بس عنده معجزات تانية كتير صحيح وكل واحد لو مستخدمش الموضوع ده صح هيتسحب منه يعني شغل نتكلم إن هي توفيق في الآخر من عند ربنا جلسه وكتير بقول إن الحملة دي لا تقل معجزة عن معجزة شفائي هي بالضبط كده إنها أقول لك ليه أنا لما كنت بالناس يقولك طب أنت ليه متعملش توكس أو تعمل أنا مش في سوشل ميديا قوي يعني مش بالشخص اللي بعرف أتعامل مع الموضوع قوي و بعدها أنا لأمني الموضوع إن الواحد يقعد يكلم مع الناس و أي حد ممكن يعمل أي حاجة مبادرة الصبح ينشر الأمل ويقعد الفيديوات يقلم ويلم 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 إذا ما حاجت حلو ميليون واحد ممكن يحط النفسه ميليون واحد ممكن يحط النفسه ميليون واحد يعني و إنها وضعت قصتي كل يوم طب ما في ناس تانية عندها ظروف مختلفة مش شرطي كوريلادي وثقافة مختلفة بيئة مختلفة إزاي تطبق عليها نفس التجربة بتاعتي صحيح ده مش هيبقى منطقي برضو هي التجربة الدكتالوري يبقى أن فأنا كنت شافنا الحاجة الوحيدة اللي قد رديها للناس لما طلب مني لما كنت في سويس ويطلب مني حاجة كده انت ليم يبقاش عندك حاجة اسمانة CSR أو يعني عندك حاجة يعني خاصة بالمجتمع وكل الـ Cancel Organizations أو كل الـ Cancel هيخش ورق عشان أنت في نظرهم الوحيد في العالم يعني مفيش حد ثاني يعني فأنا فكرت عمري أنا أنا أولاً مش شخص قاض رفتي في العلاج يعني حتى هم حبي يعرفه طبياً إزاي ده حصل إنه ما حصلش في العالم أنا معديسة الطبي يعني فهيب متخينة إن فيه برات اختراع مثلاً أو خدت حاجة لا ده ما حصلش يعني حاجة زي كده بس هوك تكون لها محاولات كثيرة يعني عارف الفرق بيني وبين غيرك أنت بتحاول كثير مش مهم تنجح بسرعة بس مهمك تنجح في الآخر يعني دي حاجة أنا أبؤمن بها جداً من أنت توصل أبوش وما توصل إمتى؟ من همك توصل في الآخر تحافظ كمان على السودة؟ المحافظة أصعب من الرسول حضرتك بقى قررت إنه الموضوع ما يبقاش مجرد كلام أقصد الكلام مش هجيب نتيجة أولك حاجة بسيطة يتري ما تروحي نزوري حد في المستشفى وتصوري مع كل الناس في المرضى هل الحملة دي اللي أنا شفته في نفسي حبيت مش بوش غيري يعني الصور بتاعتي مثل أنا مريض ما أوجه غصور واحدة مين سعيد إنه يتصور شعر واقع؟ مين سعيد إنه يتصور ونسك بتبقى عندها ضعف؟ يعني نسك بتحس معه بتعاطف؟ مين سعيد بيتصور هو عنده أزمة دية؟ مين سعيد بيتصور وهو في بيت مش حلو مثلاً خلينا حتى ببص إن لفسنا حتى لو إحنا لدينا مش حلو ما كسفين حد يشوفنا صح؟ كلنا على فكرة فلين ليه كده يعني؟ كنت بقول لنفسي أنا كنت بحب أين ساعات كنت بتدايق إن أنا شكلي اتغير للشكل ده هذه دوتي رجعت بالضبط كما كنت عشرون سنة تقريباً ودي معجزة مع عندي حاجة عمد رباه وحتى في الملعب أنا عمري في حياتي ما بحس إنه في ثلاثين من عمري ساعة أنا بلعب بستغرب هو إزاي أنا بقيت كده؟ ده حقيقة فيك ساعة بص في السماء وقول رب يا إي كده إزاي؟ أصلي حاجة برضو ولا الخيال فكنت شفت الناس طب إيه اللي ممكن يغير في الناس؟ اللي قدر عمل بالناس هو الأمل بس الأمل مش بالكلام بقى وهي دي كده أصعب حتة أنا كنت تقول للناس أمل بالكلام ده مش هنروح تزور الناس بقيت أفكر يعني الحمر دي معقدة جدا وكتير بقول دي فعلاً معجزة من عند رب الناس حتى عدنا مهما كان أنا أملك طب لو مش بالكلام أمل إزاي؟ هقولك بقى إن مهما كان أنا أملك من قصة كبيرة بفضل ربنا دي تتحقق محتاجة توفيق تاني ومعجزة تانية من عند ربنا شتوصل للشكل انتهفة كثيراً في الطيارة مثلاً أو مسافر أو راجع أو حاجة كده أقعد أفكر كده هي زي بقت كده أنا بقول لكم بسرعة حتى الآن آه حقيقي إن إنسان لازم يكون عارف إن هو بيعمل عليه بس ربنا سبحانه وتعالى بيفاجئ بالنتيجة تانية والنتيجة دايماً بتيجي بديلكوا حتى للناس النتيجة بتيجي في الوقت اللي إحنا مش متوقعينه فيه يعني دايماً الوقت اللي إنت تبقى اشتغلت على نفسك ومستني نتيجة ممكن تكون دايماً 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 يكون وقت هزيمة أو وقت الفشل فتستغرب تقول إيه دا؟ دا فيش عدل مفيش عدل مفيش عدل دايماً نتيجة جايلك من طريق تانية أو في وقت تانية بتيجي في وقت بيترقم في مجهودك كله وتشوف النتيجة مرة واحدة يمكن في الوقت اللي بنكون فيه خلاص يعني مش قادرين نعمل أي حاجة جديدة أه طب أنا عايز أركز في الجزء بتاع حملة إيه اللي بقى بتقدمه علشان تبقى من ضمن مانحي الأمل بص أقول لك بقى أنا جات فكرة الحملة إن أنا ما عادت معقولين يعني فكرت فيها تعمل إزاي فشوفت إن أنا لما كنت مدور على الإنترنت هل فيه اليودي رجع تاني من المرض لحد مفيش حد فجيب بقى ليه ما حاولش فكان الأمل يعني كلمة الأمل إنه فقد الأمل إن أنا فقدت الأمل أنا مدت إن لو أنا شخصيا فقدت الأمل فأنا مدت خلاص ما صح ولا أنا غلطة أنا حالب تاني ليه ممكن كنت تشوفوني على كورسي دلوقتي مش على رجليه وبلعب وهيلسي باتمرن من خمس ساعت طب هل المعنيين بالمبادرة اللي حضرتك عاملها؟ مش كانسر بس لا ما أنا أقولك بقى حالب فجات الفكرة كنت أنا إزاي بغير تفكيري إزاي كنت أنا بطلع من المدة مدة الإهباط لما الواحد بيخرج ويشوف حاجة نجحة أو إنتي بسلا مكتقبين دلوقتي وأنا جيت لأحد جيه أخد حد فيك عازم في حتها حلوة قوي وحس إن اليوم ده عشان هو ما قعدش بيقوله كلامه وأخده من المستشفى دي وقد ده ما كانت أنا واحد ديه كنت بحب لما بخرج أروح فيلم وأنا فوقت المرة دي كنت بحس إنه خرجت من سجن بحس إن دي أحلى أعظم في حياتي خرجي من السجن شلت الكانيلا وشلت نقل الدم وهربان التاري يعني زي عارفة هربان ثلاث ساعات كده رايح مستجده يشوف مجتمع فتحس إن أنت قابل وعايز ساتعك وعايز تستمتع باللحظات دي في أثر على وقت اللي هي أصلا كانت لحظات حقيقة زمان وما كنتش بتحس بيها فهي نفس القصة استعى الناس أروح أزور واحد وقول له ربنا هيشفيك وتبقى كويس هيسمعني وهيطايم هيسيبني ويمشي أنا أصلا ما هو بالنسبة له المستشفى هي علاج بتفكره بكل لحظات المرض بتفكره بالحقن بتفكره فتفكره فتفكرنا إحنا ليه الناس دي تنسى اللحظات دي وبعد كده تروح أماكن تانية غالية حلوة ليهم هم بس وده يبقى حاجة مجتمعية بقى يعني المجتمع كله يشارك فيه فأول حاجة فكرت فيه إن إحنا بقى تشرت الحملة نفسه زي ما إحنا قلنا مش عايزين حد يفرق بين واحد غني أو واحد فقير أو واحد مريد فالحملة ما تخصش مرضى سرطان بس خالص إن فيها أيتام فيها زوحتاجات خاصة فيها كل من فقد الأمل في حياته وحد خسر شغل وخسر أي حاجة طب إزاي نعمل ده بقى فأول حاجة عايز توحد بيها إن فيش فرق بيننا يعني إحنا زي بعض فعايز تشرت الحملة بس فكلمت كانت فيه فنالي طالية مشهورة اسمها مرتا وكيرفيسون فأنا شرحت له فكرة الكمبين ونالي نسيف إيه وانت عايز تشرت يلبسه حد يعني ممكن يكون حد مهمة جداً لحد فيش فرق إن فيش حد تختار غنية ولا حد تختار فقره يعني ولا حد تختار فقره فالتشرت المتعمل فعلاً حق المسجر هي ترسم بالإيد وأخذ جواس كتير بقى تشرت داع فكر لو تشرت الدزاين بتاع مرتا وكيرفيسون فبدأت الناس كلها تشرت متلبس بعد إيه بقت المرضى وكلنا بنلبسه محدش عارف ده سليم وده مش سليم طب وهل بتطلعوا مثلاً في رحلات سوا ولا شخص شخص ومين لا مش تحلات خالط إنتي مثلاً تختي مرضى سرطان مثلاً يمكن يروحوا أماكن بعد أماكن معينة مركب ملاهي يحتروا توكسي الناس كبيرة يروحوا حاجات كثيرة حلوة يروحوا على الجليد يلعبوا كورة يلعبوا تنس ويشارك عندنا ما فيها كتير أفطال مصر شاركوا في حاجات زي كده وفيها عندها كبيرة فتحت كبيرة قوي خاصة وده سوا ولا بتاخده شخص شخص لا كتير جروبس كلهم بس الموضوع خاص بهم هم اه اه يعني جروب كله عنده نفس المشكلة لا وفيه كمال أيتام موجودين معهم برضو اه يعني كله يعني سواق مرضا بس أماكن اللي هو صعب اللي بيخشها الأماكن غالية اه اه التمجي ده بيعمل مشكلة ولا فكرة انا شايف فكرة عصولة طبعا ان انت في الاخر انت بتوصل لكلنا واحد دي مسجر الحقيقي والمكانت ده مخصص ليه الحاجة الأهم منها بقى ان العالم كله اخذ الموضوع يعني مثلا يعني مثلا اه طبعا انت عندك مثلا افتاح الحملة كان في سويسرا سنة الفاتت ودخل معانا اوجينازيشن كبيرة اسمها نو ديفرنس الناس الهانديكابنج وكانوا حضر الناس من بعض الناس من الامم المتحدة حضرت من الناس كبير بين ناس هانديكابنج وبين ناس سليمة ومنهم كانتين فورمار وفي فرنسا برضو المدينة الميرو الفرنسية المدينة ستها او عملة المدينة وقسمة علاقات عملوا حاجة اول مؤتمر رياضة رياضة والصحة وتلعب برضو موتشتين استعراضي وعرضوا في المتاعي وعملوا انهم بيدمجوا المجتمع مع بعضه في الابناء في رئيسة شركة نموذك ملهم جدا انا فخور ان انا قاعد مع شاب مصري بهذه القدرات وبهذا الاسرار وبالطاقة دي انا مبسوط جدا وكان نفسي يكون الوقت اطول من كده نقدر نستمتع بالكلام معك اكتر من كده بس ان شاء الله على وعد ان احنا نكون مع بعض مرة تانية ونتابع تطور الحملة وحتروح لفين اكتر من كده ودايما موفقين ان شاء الله كابتن الرياضي انور الكموني شرفتنا انورتنا نشكر حضرتك جدا 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 حقيقي يعني اتبسطنا جدا جدا بالوقت مع حضرتك ونشكركم مشاهدينا وبكده تكون خلصت حلقتنا ونقبلكم بكرة تانية ان شاء الله المترجم للقناة